فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من لم يستطع القيام إلا وهو معتمد على عصى فهل يلزمه القيام في صلاة الفريضة؟ نعم إذا كان إنه إذا اعتمد على عصى يستطيع القيام ما لا يتم الواجب إلا به هو واجبه لا بس نعم ثم يقول حفظك الله وإذا كان الإمام لا يستطيع القيام إلا على عصى فهل يصح أن يكون إماما؟ لا بس نعم يقول سبق لنا أن سليمان عليه السلام كان يصلي على منسأه وأكلته ودابت الأرض وسقط فدل على أنه يجوز يعتمد على عصى عند الحاجة نعم